مرحب احبيبي اليوم بدعمل انا وياكن وجبة كباب كافتة كتير سهلة وبسيطة وطيبة عنا اول شي حوالي كلو لحمة مفرومة بقدونس بصلتين حاجم وسط الطاطم بهيدا الشكل بنادورة فلفل حار عنا بنعم اول شي البقدونس والبصل حط ملاح ونحط البصل والبقدونس فوق اللحمة بحط نص ملعة صغيرة فلفل اسود ملعة صغيرة سبع بغرات بخلطن منيح مع بعض بس خلطن هلق منا نشكلن انا وياكن رح شكلن اصابع بهيدا الشكل هلق بدي صفهم بارض الصونية كمان بحط بنادورة بيعطي شكل كتير حلو ودخلهم فلفل حار عنا بجات حوالي ملعتين طعام سلسة البنادورة شراب بحط فوق الماء بحطت كوبين ماء كبار بحط ملح سبع بهرات نص ملعة صغيرة بخلطن مع بعض توضع الكفتة أضع الدنيا في الفرن على درجة حرارة 22 من الأعلى والأسفل هادي واجبة الكفتة بعد ما طلعت من الفرن اخذت بالفرن حوالي 35 دقيقة لل 40 دقيقة اعملت عجم بورز مع شعيرية هادي الشكل النهائي للكفتة اللي عملتها انا وياياكم بهذا الشكل بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجديد يشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهاتي الجاي باي باي احبابي